إذن الجزائر موقفها واضح لا غبار عليه الجزائر مع الانحياز الإيجابي الجزائر مع نشر السلم والأمن الدوليين في العالم مع تطبيق موثيق الأمم المتحدة الجزائر دولة عرفها الجميع بموقفها السلمية موقفها ووساطاتها ولها باع كبير وفي الوساطة وحل الأزمات سواء الأفريقية أو العربية وحتى الدولية إذن الجزائر لا يمكن أن تكون إلا مع السلم والأمن العالميين وما يحدث في روسيا الجزائر ليست طرف في أوكرانيا الجزائر ليست طرف الصراع إنما الجزائر على غرار بعض الدول الأفريقية والدول كثير من الدول كانت من المتنعين وترفض التدخل هذا من جهة من جهة أخرى أريد أن أنوي إلى أن الجزائر تندد بسياسة الكيل بمكالين فنحن نعلم أن الجزائر معروفة صوتها مع صوت الأحرار صوتها مع صوت التحرر صوتها مع صوت القضايا العادلة فالجزائر اليوم بالنسبة لنا تدافع على القضايا العادلة وتندد بالكيل بمكالين فنجد أن هناك أرض مغتصبة وشعب مقهور ومستعمرة آخر مستعمرة في إفريقيا والجميع سكت لحد الآن لم يتم حل هذه القضية في إطار المواثيق الدولية ومواثيق الأمم المتحدة بالإضافة إلى القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية هي القضية المركزية أم القضايا وتعلمون أنه دور التي لعبته الجزائر والنجاح البهر الذي عرفته الجزائر الخطوة الجبارة التي قام بها توحيد الفصائل وهذا تحت هندس السيد الرئيس الجمهوري وهو مشكور على ذلك فالقضية هذه ثانية لم يتم تطرق لها ومعالجتها رغم أنه فيها هضم لحقوق الإنسان فيها أنه ترحيل تهجير أسرة نجد أطفال في الأسر نجد أسرة يحكم عليهم بقرون وليس بسنوات بقرون في السجن وهذا هضم لحقوق الإنسان لا أحد يتكلم من هنا في الجزائر تقول نحن لا نقول نحن لسنا مع الحرب إنما نحن مع السلم وكذلك نحن نطالب بعدم الكيل بميكالي هذا من جهة من جهة في الاتحاد الأوروبي فمثلاً أوروبا اليوم نجدها تعيش وتذبذباً في مواقفها حيال نفس الأزمة يعني كان الأحرى والحريب هذا النواب أنهم يسعوا إلى أنهم يوحدوا الموقف الأوروبي فنجدوا أن الأزمة الأوكرانية لم تجد اتفاق وتوافق أوروبي كامل ترجمة نانسي قنقر